السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم من درسنا الجديد إذا كنتم المرة تشاهدون القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وعبارات في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لتطوير بلغتنا الإنجليزية كتابة أو حديثا هو تعلم مفردات جديدة وهذه المفردات لنحفظها لوحدها أفضل طريقة تكون هذه المفردات في جملة الجملة مكونة من ثلاث كلمات أو أربعة أو خمس كلمات بالتالي أحفظ خمس كلمات لكن أستطيع أن أضعها في جملة ما بالتالي أطور من لغتي الإنجليزية أفضل بكون هذه الجمل أو هذه العبارات أكتبها في مدونة أو في دفتر أتعلم كتابتها وأتعلم لفظها مع مرور الوقت وأحفظ الكثير من هذه الجمل أطور من لغتي الإنجليزية المكتوبة والمحكية تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي تطور من لغتنا الإنجليزية كتابة وحديثة كيف نقول الحاجة أم الإختراء Necessity is the mother of invention Necessity is the mother of invention إذن إختراء يعني أم الإختراء Necessity ضرورة Necessity is the mother of invention كيف نقول صح لسانك أحسنت القول شخص قال عبارة معينة مشجعه على حسن هذا الكلام Well said كيف أقول يعني وش اللي إجابك هنا لماذا أتيت هنا شو اللي إجابك هنا What brings you here What brings you here كيف أقول أنا أقف بصفك يعني أؤيدك I'm siding with you I'm siding with you كما نعلم إذا كان عندنا ing أجي ما ننفضها لا نقول siding I'm siding with you لاحظ I'm هي اختصار لي I am كيف نقول لا تلومني يعني لا تلومني هنا كلمة blame ننفضها blame أو نقول blame يعني تكون l light l يعني l خفيفة أو تكون dark l l ثقيلة نقول blame أو blame الاثنين صحيحة don't blame me أو نقول don't blame me ننفضها مرة أخرى necessity is the mother of invention well said what brings you here I'm siding with you don't blame me don't blame me كيف أقول خطرت في بالي فكرة يعني جاءتني فكرة I got an idea I got an idea لاحظ idea فكرة I got an idea خطرت في بالي فكرة أو جاءتني فكرة استخدمنا الآن لأنه عدنا كلمة idea تبدأ بحرف صوتي كيف أقول كن صبور يعني أصبر be patient لاحظ be patient patient صبور أيضا patient جمعتها مريض لا نقول be patient كن مريض إذن هنا جاءت بمعنى صبور be patient إذن أصبر أو كن صبور كيف نقول شخص صوتك يقطع أثناء المكالمة يعني تتكلمه الصوت يروح ويجي يعني بيكون الصوت واضح ويختف فجأة you're breaking up you're breaking up لا نقول breaking خلاص الجي ننساها إذا كان عدنا أين جي الجي ننساها you're breaking up you're هي اختصار لي you are نختصرها you're أو نقول you are كيف نقول أنها فرصة ذهبية يعني فرصة ما التعوض it's a golden opportunity it's a golden opportunity opportunity إذن فرصة golden ذهبية نعرف إحنا كلمة gold ذهب ضفنا i-n أصبحت adjective صفة it's a golden opportunity إنها فرصة ذهبية it's هي اختصار it is لكن عندما نكتبها بشكل مختصر ننفضها it's كيف نقول نكشف السر يعني تضح كل شيء تكون تعامل مفاجأة ما أو محتفظ بسر ما شخص يفشي هذا السر تقول نكشف السر the cat is out of the bag لو ترجمها بشكل حرفي نقول القطة تكون خارج الحقيبة ماذا يعني صلاحا نترجمها نكشف السر the cat the cat out of the bag I got an idea be patient you're breaking up it's a golden opportunity the cat is out of the bag نفضح ما آخر مرة I got an idea be patient you're breaking up it's a golden opportunity the cat is out of the bag كيف نقول انه ليس من شيمتي يعني مو من خطتي ولا من أهدافي ولاه طبعي يعني it isn't my thing it isn't my thing isn't هي اختصار لي كما قلنا is not كيف نقول تلعب الأسعار price gouging price gouging إذن تلعب بالأسعار لا تشيلهم don't sweat it don't sweat it sweat it don't sweat it يعني لا تشيلهم أو لا تحملهم شيء ما كيف نقول لا تكرهني لا تكرهني لا تحقد علي don't abhor me أو نقول don't hate me الجملتين بمعنى لا تكرهني أو لا تحقد علي نحفظ أحدهما أو كلهما الأفضل نعيدهم مرة أخرى it isn't my thing price gouging don't sweat it don't abhor me don't hate me ننفضهم آخر مرة it isn't my thing price gouging don't 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 abhor me don't hate me دائما الجملها كما قلنا نكتبهم كل جملة أكتبها واتدرب على لفظها وكتابتها أفضل طريقة لي كما قلنا تطوير لغتي كيف أقول احتفظ بباقي يعني تكون مطعم أو مكان ما في عامل تقول له خل الباقي عندك keep the change keep the change change نعفها تغيير أيضا change باقي keep يحفظ keep فعل أمر احفظ أو احتفظ بالباقي إذا كما قلنا يكون الحسابها كل يكون 100 على حسب العمل البلد اللي انت بيها مثلا يكون الحساب 99 تعطيه 100 من المال اللي تكون انت تستخدمه وتقول له keep the change أو على حسب انت ما تعطيه كمثال فقط كيف نقول كابوس أو حلم مروع night ما night ما إذن حلم مروع أو كابوس كيف نقول له تحرضني يعني تحثني أو تشجعني على عمل الخطأ don't incite me don't incite me كما قلنا don't هي اختصار لي do not بهذا الشكل كيف نقول كسر خاطري أو حزنت عليه مثلا شخص صار له شيء ما أو موقف ما تقول كسر خاطري أو حزنت عليه I felt sorry for him I felt sorry for him كيف نقول إزمة وتعدي يعني مرحلة وتعدي وتنقضي ويأتي الخير بإذن الله نقول it's just a phase it's just a phase طبعا عدنا ph نفضها f لا نقول بهيز مثل كلمة عندنا phone إذن هاتف لا نقول بهون عندنا ph لنفضها fa it's just a phase keep the change night don't incite me I felt sorry for him it's just a phase نفضهم آخر مرة أو نقرهم آخر مرة keep the change night don't incite me I felt sorry for him it's just a phase بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن عشرين جملة وعبارة في اللغة الإنجليزية لتكون فائدة أكبر من هذا الفيديو حاول أن تكتب هذه الجمل في مدونة أو في دفتر ما الحسب ظروفك أو الطريقة التي تحب تحتفظ بهذه الجمل أيضا تتدرب على كتابتهم وعلى لفظ هذه الجمل حاول أن تسجل نفسك فيديو أيضا اسمع هذا الفيديو بهذا الطريقة تمارس التحدث في اللغة الإنجليزية وتدرب بإذنك على السمع وأيضا تصبح للك الجرأة في التحدث في اللغة الإنجليزية أيضا لا تدقيق أنه اخطأت ممكن تخطأ مرة مرتين ثلاثة أربعة أهم شي الإستمرارية والتعلم بشكل مستمر كما نعلم اللغة تحتاج إلى وقت طويل لإتقان التحدث أو الكتابة وكل شخص يستخدم اللغة على حسب المكان أو الظرف المناسب له دائما أحفظ الأشياء التي تناسبني في عملي أو في مكان ما أفضل طريقة كما نقول لحفظ المفردات هي تحفظ المفردات في جمل وتدرب عليها بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته